صندوق الضمان الاجتماعي ولما له من دور هام في الجوانب المالية والاجتماعية للمواطن في ليبيا ومن أجل الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين والمضمونين ومن هذا المنطلق قام صندوق الضمان الاجتماعي في مدينة بنغازي اجتماعات طوال أسبوع كامل لمناقشة مشروع أعداد ميزانية تقديرية لفروع الصندوق التمثل أن هناك بعض الفروع تتبع في تعليمات لدارة العامة وتحسن ملحوظ كبير جدا والتقديرات مقاربة جدا لأرقام الحقيقية هذا العام أفضل بكثير من الأعوام السابقة تمنى العام القادم يكون أحسن من هذا العام وهكذا هي بكورة العمل في صندوق الضمان الاجتماعي كل يوم أحسن من يوم لقبله داخل قاعة الاجتماع لا تعلو لغة غير لغة الأرقام والإحصائات فهامش الخطأ مرفوض في عقيدة الماليين هكذا هي إدارة صندوق الضمان إذ كانت البداية مع فروع البطنان فيما جاء الختام بفرعي مصرات والمنطقة الغربية كم هائل من البيانات يتم استعراضها طبعا تختلف هذه المزينية وعن سابقاتها باعتبار أن فيه تطور ملحوظ في البيانات الآن أصبحت البيانات شبه دقيقة طبعا من واقع المنظومات التي تم استحداثها خلال السنوات الماضية فسهلت علينا الأمر في النقاش وسهلت على الإدارة أيضا التحقق من هذه البيانات المشاركون في الاجتماعات كانوا من خبرات وكفاءات قادة الصندوق فيما اعتبر الثلوث المركزية المعاشات والتسجيل والمالية زاوية الارتكاز في المشروع ما يزال صندوق الضمان الاجتماعي يقدم خدمته تجاه مضمونه وتسهيل جميع الإجراءات أمامهم وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل لأبناء ليبيا اشتركوا في القناة